اشتركوا في القناة 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 السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته اللهم انا نسألك ونتوجه اليك اللهم فرج هم المهمومين نفس كرب المكروبين قضي الدين على المدينين شفي مرضانا ومرضى المسلمين اللهم حقق سؤلاء وامل المسلمين يا رب العالمين اللهم اهدي ابناءنا اهدي شبابنا اهدي بناتنا اهدينا جميعا اليك وردنا الى دينك ردا جميلا يا رب العالمين اللهم اصلح لنا ديننا الذي هو عسمة امرنا واصلح لنا اخرتنا التي اليها معادنا وجعل الحياة زيادة لنا في كل خير اللهم انا نسألك باسمائك الحسنى وصفاتك العليا ان تغفر ذنوبنا وزلاتنا وما سلف وكان من الدنوب والعصيان اللهم انا نسألك يا رب العالمين عيشة هنية وميتة سوية ومرضا غير مخزن ولا فاضح يا حي يا قيوم برحمتك نستغيت لا تكلنا الى انفسنا طرفة عين ولا اقل من ذلك اللهم انا نسألك العفو والعافية في الدين والدنيا والاخرة وعفو عنا وعفو عن والدينا وعفو عن ابنائنا وعفو عن جميع المسلمين والمسلمات يا حي يا قيوم برحمتك نستغيت يا حي يا قيوم برحمتك نستغيت اللهم انا نسألك الرحمة لجميع موتى المسلمين اللهم اغفر وارحم جميع موتى المسلمين اللهم ارحمهم في قبورهم وارحمهم اللهم في محشرهم نسألك اللهم لهم الجنة يا رب العالمين اللهم اجعل متواهم ودارهم الجنة اللهم اذا صرنا الى ما صاروا اليه فارحمنا يا ارحم الراحمين يا رب العالمين اللهم ارحمنا اذا صرنا الى ما صاروا اليه اللهم اذا انقطعت الانفاس وتوارع عنا الخلق والعباد فاللهم ارحمنا يا رحم الراحمين برحمتك يا رحم الراحمين يا رب العالمين اللهم إنا نعود بك من القبر وضمته ومن الحشر وزلته ودقته والحساب ودقته يا رب العالمين يا رحم الراحمين نسألك اللهم التبات نسألك اللهم التبات نسألك اللهم التبات يا رحم الراحمين يا رب العالمين أمين 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 اليوم مع عبادة من العبادات التي فرض الله عز وجل علينا ومع ركن من أركان الإسلام الخمسة التي لا يصح إسلام المسلم إلا بالإيمان بها وبموارسةها هو عبادة الحج ركن الحج الحج البيت الله الحرام فريضة من فرائض الإسلام العظمى ويعني يعتبر واجبا من واجبات الإسلام التي فرضها الإسلام لقول الله عز وجل في القرآن الكريم ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ولله على الناس حج بالرواية حفص حج البيت من استطاع إليه سبيلا فالحج مفروض وفي الحديث الصحيح وهو حديث بنية الإسلام على خمس إلى أن قال وحج بيت الله من استطاع إليه سبيلا فالحج ركن من أركان الإسلام الخمسة التي لا يصح إسلام المرء إلا بها ولذلك فكل مسلم مستطيع للحج وجب عليه أن يحج ومن تركه فالآية فتتم دي الله ومن كفر فإن الله غني عن العالم وتركه يعني كفر والعدو بالله لمستطيع عليه عدم الاعتراف به أصلا عدم الاعتراف به عدم أدائه وهو مستطيع يمكن يسعنده الإمكانية مجموعة من الناس والسد مقبلين إن شاء الله الله يكمل اليوم بخير على أداء هذه الفريدة باش كتنصحهم الأمور اللي هي أساسية مهمة خصوم يعرفوها فيما يتعلق بالأركان أو الشرط أو غير ذلك المهم نحويج لخص دروري الحج أو الحجة يعرفوها قبل ما يشير باش نتكلموا على الحج كفريدة وكل واحد خصو يعرفها هذا يحتاج إلى وقت طويل لأننا نعرفو الأركان دي الحج شنو هي هذه الأركان هذه باش نعرفو الشروط باش نعرفو الواجبات باش نعرفو حتى المستحبات حتى نعرفو حتى الفضائل دي الحج يعني أنا أنا مشيت حجي شنو كيتسناني شنو عندي شنو إلى غري هذه كل خصوات نبدو بالأركان ربما لأن أهمها لإذا انتفى واحد منها يبطل الحج أولا يعني بالنسبة للأركان كين عندنا الركن الأول عفوا الركن الأول وهو الإحرام الإحرام شنو هو الإحرام النية ديال باش غادي تدخل في الحج يعني أنا غادي نمشي نحج النية باش غا نمشي للحج واش غا ندير غير الحج بوحده واش غا ندير الحج وندير مع العمرة ولا غادي نديرهم بجوج الحج وعمرة نقرنهم بخطرة واحدة من PisHAThava متلا وحجيES لا 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 لخص ığımız على الميقات لكن ستكون عندك النيا قبل المياقات يعني قبل ما توصول الميقات هو المكان اللي كي بدأ منو الحج الميقات مثلا عندنا بالنسبة المغرب العربية يعني إحنا المغربة كان بدأ من رابغ رابغ واحد مكان statement وراء المدينة منو نغرى يعني كان فوتوا الأنمانじゃない كان فوتوا أو الجحفة من تم ما تصل الطائرة لديك المكان قبل ما تنزل الطائرة ستكون تعارف قبل ما تنزل المسافة ستكون حددته من فعل زمان إنسان أنه مشى أدى فريدات الحج وسالة وقال وده بندير واحد العمر مثلا نصنهر على ممكن هذا ممكن بلما تكونني يقبل بلما تكونني يقبل إلى سالة المناسك ديال وصفية سالة تحلل وحدنا رجال بندير واحد العمر نعم وخما نوهاش من البداية وخما نوهاش ولكن يعني الوقت اللي تكون في الحج وكتخن بالمناسك ما عندكش لحق تديرها ديك ساعة إلى إلى كتين ويتها مثلا قلتي غادي ندير تمتع غا ندير نتمتع بالعمرة هي اللولى نتحلل ثم نبدأ المناسك ديال الحج أو لنقرنهم بجوج نديرهم في اختراء واحدة يعني أنت كتدراء أستدع وكان ندير العمرى للحج وكان ديرها للعمرة إذا أنت باش من إذا فهمتك مزيان كتدر على هادك المعتمر أو الحج هو نية دياله شبا غا يدير هو لا راسه لا ندرش على واحدة آخر يعني في كتين جاء أش غادي دير واش غا نمشي نحج غا الحج بوحده نأدي ذك شي اللي قال لي يا سيد ربي ولا ندخل معاها العمرى يعني هو العمر اللي خاصة به هو أما هو اللي كانت خاصة بشي أب دياله وما تقلنا شي مشكل وخما يجيش بالنية هادك من بعد هادك ما تكونش الحج نحن خصنا هو يكون عارف راسه شنو غادي دير حيث دابا الأغلبية كي حسبوا مرة تقدر تمشي غادي لا لا تقدر تمشي ديالعمر عادي الحج أو لدي الحج أو عادي تعمر أو هاد الأمور هادك يسميها الإحرام نية الإحرام نية الدخول في حج شنو كيفاش غادي ندخل في الحج شنو غادي ندير لأنها الناية ثلاثة كما عفاها النبي صلى الله عليه وسلم كان الإفراد وكان التمتع وكان القران فهذه كلهم أنواع دي الحج كلهم تمارسوا قدام نبي صلى الله عليه وسلم والنبي صلى الله عليه وسلم مارس التمتع دار التمتع دار القران صلى الله عليه وسلم لو لا أني سقت الهادي معي كان غادي دير الإفراد ولكن صلى الله عليه وسلم يعني ساق معه الهادي بمعنى أنه جاي ودار التمتع وتمتع معه بالحج إن شاء الله تعالى دار العمراء ثم دار الحج فهذه لما تقوله الإحرام كيف نقصده بالحج في الميقات الطائرة إلى ميقات مكاني ونبيس عسلم حدد المواقع تقع لجميع الكرة الأرضية شرقا غربا شمالا جنوبا حدد لهم كل منطقة وكل بلاد يأتي من أي بلاد يحدد لهم نبيس عسلم فنحن المغاربة رابغ أو الجحفة المدينة المنورة عندهم دل حليفة يعني قرن المنازل وكين دات عرق كين يلملم إلى غير ذلك من المواقع التي حددها نبيس عسلم لأهل الأرض اللي وصلتما كي يبدأ الحج يلوم طيب هذا خصنا عرفوه اللي دار الإفراد رأي كيمشي تيدير الحج بوحده كيمشي حج مايديرش مع العمرة كيمشي كيدخل كيدير المناسك ديل الحج فقط كيمشي يدير طواف القدوم كي يسعى بين الصفا والمروى هذا ديال الحج ثم كيصد يجد ركعت دياله للحج ثم المقتلين تجين اليوم ثامين من ديال الحج يوم الطروية كيمشي المينن ويبيتوا بهاتيك الليلة ثم غلغت الصباح يعني تيمشي يطلع العرفة ثم بعد ذلك تتم المنازل كلها أما بالنسبة للتمتع والقران هذا شيء آخر كيمشي تمتع في التمتع ويتحلل ويحسن ويلبس اللباس دياله ويبقى في مكة ويدور الى آخره لوقت اليك تأتي اليوم ثامين من ديال الحج عاودتاني كيبدأ المنازل ديال الحج ولكن هذا كي لزمو الهدي أن وقصه يقدم دبيحة في حين أن الإفراد مفيش دبيحة ولكن الإفراد تتبقى بالإحرام ديالك كي دخلتي المكة كتبقى بالإحرام ديالك تتسلي المنازل ديال الحج أو تليوم العيد الأضحى أو يوم النحر يوم النحر المتدير طواف الإفادة تحللتي التحلول الأكبر يعني إذا تحيد الإحرام وتتلبس اللباس ديالك وتتبقى ديالك ساعات تتكمل المنازل ديالك بلباسك العادي القران كذلك نفس الشيء تقرن بين العمر والحج في فعل واحد ويلزمه كذلك الهدي ثم الركن الثاني وهو السعي بين الصفاء والمروى الركن الثالث وهو طواف الإفادة يعني الركن طواف بالبيت سبعة أشوات ثم كذلك الركن الرابع وهو الوقوف بعرفة عندنا أربعادية للأركان نية الإحرام السعي بين الصفاء والمروى سبعة الأشوات ثم الطواف الإفادة سبعة الأشوات حول الكعبة ثم الوقوف بعرفة هذه الأركان كلها إلا ما كان شيء واحد منها الحج باطل ما تينفع فيه لا دم ولا جبرولة العام الجيخ سمشي تعوده وأعظم ركن في الحج هو الوقوف بعرفة لقول النبي صلى الله عليه وسلم الحج عرفة من جاء قبل الفجر من يوم النحر فقد أدرك الحج الحج هو عرفة اللي جاء قبل الفجر من نهار العيد لأن الفجر دي العيد الصباح غير للعيد اللي جاء قبل أدان قبل الفجر قبل صلاة الفجر رأى درك عرفة واللي جورى الأدان وصلاة ضعت منه عرفة هذه أركان ثم هناك شرط صنع فيها لا يلا ضعت صفي مثلا ما حضرش للعرفة مجتال وراه الفجر نصلاة الفجر دي العيد وكذا هذا ضعت منه عرفة وعال يلزمه أنه خصوية عودة العمجة هذا لا يجبر بالدم لأن الأركان هذه البودرات هذه البودرات لا يمكن أن تجبر إلى تحت وحدة تطيح معا كل شيء فلذلك يلزم المسلم خصوية عرفة هذه الأمور بأنه رأى إلى فرط الشرك من هذا الأركان هذا طواف الإفادة تنقول لحنا الطواف الإفادة يمتى يكون كيكون نهار العيد تكت ترمي الجمارات وتتنحر لهذه ديالك تشدير طواف الإفادة ما قد تشديره ديالك النهار لغد لي لغد لي كيبقى في الدمة ديالك ولكن كيبقى في الإحرام ديالك لكن إلا درتي الطواف طواف الإفادة ما تيبقاش الإحرام على كل حل هذه الأمور تحتاج إلى جلسة تحتاج إلى توعية تحتاج إلى نقص وتوضح للناس وتشرح للناس لأن الإنسان الحاج من خلال هذا البرنامج مثلا نكو ربما غير فقط إنارة فقط ولكن يحتاج إلى توضيع يحتاج إلى جلسات يحتاج إلى حصص باش تشرح للناس ويفهموه ويعرفوه وتحتاج للتطبيق كذلك يكون واحد المكان في البيت واحد الجبل صغير وبلاسة ديال السعي وتوري للناس هكيفاش غادي تجيل البيت وكيفين غادي تدير السعي وتفعرفها ثم حتى الرمي رمي ديال الجمالات الجمال الصغراء الوسطى الكبرى الوسطى الوسطى الكبرى وهكذا فيعني هذه الأمور تحتاج لإنسان يحتاج إلى توعية يحتاج إلى يدرسها يحتاج إلى يقلس لها ويتعلمها باش من يمشي يمشي مرتاح إن شاء الله بالنسبة للشروط هناك شروط باش مشيو الحج أولا ينسى نخسو المال الحلال لا يقبل الله نفقة محرمة ما تقبلش تدر بك ذلك حتى النفقة اللي تيكون ادخلها الحرام ادخلها الحرام يعني ربما عندك شي باركة و خلطتها وخلطتها بشي حاجة الحرام هنا تيقول لك تدر بي ما عندي من دير بك حجك مرضود عليك سعيك مرضود عليك طوافك مرضود عليك لخسو نشي تحج بالنفقة الحلال ولذلك تنقول لأي مسلم بنشي تلحج ودي الحلال راوش حال دي الناس يمشي والتمارة غا مشا 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 مسكين صد عرصه ولكن عندي دير بي واجح الجيتي را الله أعلم نفقة الحلال يعني جاية من عرق جبينك جاية من الكد ديالك من السعي ديالك شي حاجة ديالك الحلال بعتيها أرض ديالك حلال بعتيها ومشي جي حلال عليك لكن لم تيكون الحرام أو خلطه الحرام هنا تقول لي الأمر في هذا الحج مشكوك فيه ثم كذلك الإسلام لأنه لا يحج إلى المسلم ثم البلغ لأن الصبيل حج لا تنقلش لي حج سن البلغ سن التكليف ثم كذلك القدرة الصحية تكون صحيح ثم القدرة المالية الاستطاعة المالية تكون يعني عندك بشغط شي ولذلك الإسلام أسقط الحج على من ليس لديه قدرة مالية ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا فإذا استطعت أنك تفشيل هذه الأماكن المقدسة وتؤدي الواجبات ديالك والفريضة ديالك وبالحلال نعم ما قدرت شي ما عندكش عفاك الله كي بقى أنك أنك قدرت شهادتان صليتي الحمد لله عندك شي حاجة ديالك زكاة تتخرج ما عندكش عفاك الله ثم الصياب أما بالنسبة للحج ما عندكش عفاك الله سبحانه وتعالى كي بقى في الحق ديالك الثلاثة ديال الأركان شهادتان وصلاة وصوب بالنسبة للزكاة والحج ما عندكش فلوس الحمد لله أنت مؤمن ولكن كنت أمن بهم كان أمن بأن الزكاكينا فرض الله كان أمن بنا الحج فرض الله ولكن كون عندي كون شهيت الحج هكوة كيقول المسلم اللي ما عندهش واللي عنده كيقول كي آمن وتمشي يحج فالحج بهذا الشكل هذا بالأركان دياله بالشرط دياله وحنا اختصرناها إلى حج الإنسان هذا الحج هذا هذا اللي كيتسمى الحج المبرور من حج ولم يرفض ولم يسخب رجعك يومي ولدته أمه الإنسان إلى حج وإدى المناسك ديال الحج دياله في كما حددها الإسلام كي يرجع من الحج بحال نهار ولدتهم صفحة بيضة يعني غفرت دنوبه كلها والنبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث العمرة إلى العمرة وكفرة اللي ما بينهم والحج المبرور ليس له جزاء سوى الجنة العمرة للعمرة من عمرة العمرة كتكفر ما بينهما والحج المبرور الحج المبرور هو الحج الذي يؤدى على وفق كتاب الله وسنة رسول الله سلم هذا الحج المبرور المقبول عند الله الجزاء دياله وإنه هو الجنة أن الله تعالى يكتبك من أهل الجنة وخصصت بخدهم على هذا الحل إلى أن تلقى الله سبحانه وتعالى ماشي تجيل هنا كيما كيدروا بعض الناس كي تبدلوا وكي يقولي الحاج وتاني عاد كي تعطل الهبال وتعطل الشاط وتعطل البنات وتعطل الفساد وتعطل الحواج والمهم عنده هنا ما عندك لا حج ما عندك لا جنة لا شيء من هذا القبيل وهو جهاد الحجرة جهاد ديال النساء جهاد ديال رجل كذلك اللي لا يستطيعون الحج والحج يهديم وما قبله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من الفضائل دياله أنه وقت يهدم ما قبله إخواني أخواتي ما يمكنش لنا أننا نتكلموا على الحج الآن ونديروا بحل غادي تدير مثلا نتكلم على كيف هاش غادي تدير وتبدأ لأن دي يحتاجوا إلى حساس فيكونوا مرشدين يعني كي سألت حجيتي أكثر من مرة وكانوا معاك يعني ناس لا كل حال أضطرنا ناس ومشينا مع ناس وأضطرناهم كيف تلاحظ أكثر الحويج لما الناس لن يكونوا شوعين بهم مثلا ربما وحتى المرشيد ربما وخاتي وريهم يعني الحمد لله الناس تكون الحمد لله الناس تكون عارفة كل شي تقريبا غير هما حيث قد راح ترؤوا أستاذ الحساس في المساجد عارف من ناحية النظرية من ناحية النظرية عارف ولكن ما حيث تطبيق الواقع كين شوية دي الخص قص اللي يذكر قص اللي وعي أنك توصل واحد لبلسة هاش غادقول هاش غادقول الناس غادقولوا غادقولوا كده عاوة تاني أثناء الطواف لا يخليكم هاش نو غادقولوا دعيق في السعي نفس شي شنو غنوقفو مثلا استقبلوا الكعبة والهدى الحجر عفوا ما يسمى الصفا أوراك شنو غادي نقول في الدعاء ديالي شنو غادي نقول وانا استقبلوا فعرفت مثلا وانا واقف فين واشن مشين طلع الجبل ولا والنبي سعسي وخالك عرفت كلها موقف شنو خسين دير ام تخسين وقف واشن وقف ولا نتكا ولا نعاس ولا لا والوقوف أفضل من الجلوس والجلوس أفضل من الاتكاء في عرفة ثم الدعاء ثم يعني أدى أدى كتذكر بيها الناس كين الناس اللي ما تعرفوش هدى الأمور اللي تيمشي رأى مسكين ما عارف شنو غايدير لما توصلت ما شدك النظري قال لي تعلبو كله تيمشي مسكين عفيني طبق كين بعض الناس اللي كيتب ثم الله تعالى كيبقى عاقل وكعق عارف وكين الناس يحتاج خصو يجبد الكتاب واللي يقول كده توجيه فالدور دي لنا نحن في سماء وانا نتنوجه الناس دب هادي سنين أنا ممشيش لنالي ظروف على كل حال ممشيتش وعلى كل حال فالناس فعلا الناس كتلقى عندهم نظري ولكن التطبيق وما عارفش تالأرض تالأرض ما عارفينه الانسان ما تكون عارف وتعرف مني دوز وتعرف مني فين تمشي وتجي الى آخر كتسهل أنك تسهل على الناس الناس مسكن لك يشيل تماما ما تعرفش رات يعرف السكن دي أغارب باش يرجع للسكن ديالو يحتاج إلى توري لأنها سبحان الله مكرة واحد المدينة اللي هي ما شاء الله راه متطورة راه لدك شي عن نمرة سبحان الله العظيم الناس روصلوا واحد المستوى ديال الرقي المادي ما شاء الله وهذا يخلينا نتكلم على أن كيني الناس الآن لتاخدوا الحج يعني كعبارة عن سياحة سياحة يعني مدرة للأموال مدرة للدخل لكل حال الإنسان أنا كمسلم غادي نمشي نحج ماشي نمشي ندير سياحة الله يجوزكم بخير لأن الإنسان تين بهر بدك كيمشي الناس غادي الفندق ديال خمسة نجوب كي تدين للناس واللي دينها في هاش دينها في الطبخ وأنواع المأكلات والسويت فين الغرفة فين أنا وشو كي ديره شو أنا كنطلع على الكعبار شو أنا كي يقولين إنسان تدينها غير في المظاهر والسياحة ما تيبقاش يدينها في العبادة العبادة ركبش يتي الواحد الأرض نساء ذاك البرطابل فيه نساء الهم ديالك ودخل مع ربي سبحانه وتعالى في عبادة دخل الكعبار ودخل عفوان المسجد الحرام دخل قلس فيه هتدخل شو منه الناس كانت في كذلك بالإضافة إلى بعض الناس كي يديرها سياحة يعني والتفاق والافتخار بالأمور ديال أنا نزل في طبقها كده أنا نزل في طبقها كده أنت فين كين في الأبراج أنت فين في الصفوة كده الإيمان كل واحد كيف يفتخر ولكن المؤمن يفتخر أنني فين كين أنا في الكعبة في الكعبة دير راقيل غالس كيتأمل فيها الأوقات دياله كلها تم كلها تم لما كي يمشي كي يدير طواف القدوم وتي يدير إجدار كعاد ديال الطواف وتي يمشي يدير السعي وتي يتحلل إلا كان دير تمتع ولكن دل الإفراط يبقى بالإحرام دياله ثم يلازموا الكعبة يلازموا البيت الحرام تيلازموا وتيخرج منه يصلي فيه ما تيخرج إلا بشي يتوضى أو إلا بشي يأكل هذا هو الحج الناس تخرج للتباهي ويتصوره وكذا واللايفات وشي غرائب وشي عجائب وليس نشوفها لا حول ولا قوة إلا بالله العظيم ثم كذلك يخرج للناس كي يتتصوق النهار كامل هم التصوق الأماكن المراكز يتتصوق كي يدخل تمال إنسان كي ينبهر ديكش اللي كي يتحط سبحان الله العظيم واحد التجارة التي تتعرتم التجارة يعني تتجدب الناس الأتواب الدهب اللباس جميع أنواع التجارة فالناس كانت تشغل بهذه الأشياء فلا ينبغي أننا الإنسان غادي لأحد العبادة كي يقول لي مشغول بالتجارة مشغول بالأمور السياحية يعني يكون عنده وقت ولكن صغير محدد هذا الوقت غا نشي غادي ربما غادي ندي هدايا لفلان وفلان غادي نخصي واحد الوقيت ونشي نقضي الغرض ونشي فحل أما الأوقات الأخرى فدخل البيت الله قلس ببيت الله يا أخي الكريم رأى الله سبحانه وتعالى شرفك واختارك من بين مليار وستمائة مليون مسلم وليس بعمائة مليون وليس بعمائة مليون شرفك واختارك أنت أو لا اختارك أنت باش نمشي لديك المكان إذن نسغلنا دلأوقات دي وندخل ويعني نقوم بالعبادة دي كين وقت دي القيام ندير القيام كين وقت دي نقلس ونتأمل في الكعبة أحيانا حتى لم أقدرش نقلس على الأرض كين كراسي نقلس ونقلس الكرسيون دا نتأمل هذه الكعبة هذه اللي رافقت الدنيا منذ نزول آدم إلى الأرض وهذه الكعبة فوق الأرض وهي الآن وهي الكعبة التي زارها أزد 72 نبي أجلس نقلس قدامها ونتأمل ونشوف هذا البيت اللي إنه أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدون للعالم فيه آيات بينات آمينة يوم القيامة فلازم هو وقعد ينقلس ما تقلس خرج من تمر دوران ودور ودور إلا لحاجتك الضرورية أخي أختي المسلمة فكثير ديال الناس عندهم يمشي للحج عادي يمشي للسياحة غادي يمشي للراحة النار كم يوم كسل في الغرفة ديالو وكي تفرش القنوات الفضائية قلب من هذه لهادي لأخيري تصلا ما يمشيش لها كيني الناس والله العظيم القارو قارو تابع قارو قارو تابع قارو القنوات الفضائية أجير فلان أعلم بعد روضي أدري 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 منين بزع لك تدري شايد داكل ما قاع أنت قاع ما خليش واحد خور فقير مسكين محتاجي بغي شو داكل كعبوي ويعبد الله يخلي بلص منين ستبقى هذه الفريضة ويبقى المسلمين يؤديها ولكن نحن نذكر هذه الأشياء لنؤدي الحج كما أراد الله سبحانه وتعالى لا كما يسوق الآن على أنه رحلة سياحية ورحلة إلى نجوم ثلاث نجوم في كرين تان كرين بعاد في مسفلة العزيزية الشمالية الجنوبية يعني الله يجاز يكون بخير الحج روح العبادة اللي سنمشي حتى حويجيك وقفض بالعبادة خليني من الأمور ديال السياحة وديال النهار كما أنت كتدر في القسريات وكتدر في الأماكن التسوق والتبدع والافتخار بالفيديوهات والصفات واللايف وانت في واحد مكان تقول الله راكم غادينا العبادة را نهار والله إلى نهار دخلت هذه الأمور في حياتنا تخربت العبادة تخربنا العبادة في حياتنا والتي تعالي العبادة عندنا يعني شيء فضيع جدا نصفيه نفوسنا ونصفيه أرواحنا ونصفيه يعني الأمور ديالنا ونمشيه للحج نمشيه على أساس أنه نحجه وتكون الأخلاق ديالنا سبقا فيه تسامح فيه يعني المساعدة فيه صبر فيه إحسان فيه مدية المساعدة للآخرين وهكذا هذا هو الحج الحج رهوه إلا ما تنتج بهذه الصفات هذه وتنسى نفسك تنسى نفسك شوية ما تكونش في ذلك الأمنية لأنها تحتاج كأن واحد إنسان كبير يحتاج إلى مدليد المساعدة شدليل يد عمي الله من هنا وهكذا إلا ما تنتج بحالك راه ايش منحز عنا الله يجلزكم بخير والحاجة اللي تنح عليها هو لازموا البيت بيت الله الحرم لازم بيت الله الحرم عبادة ذكرا تلوة للقرآن الكريم تأملا في بيت الله جلوسا في بيت الله ما تدير والو غاقلس بيت الله والله لك في عبادة وأنت في أمان ومن دخله كان آمن راه ليه دخل بيت الله الحرم دخل وقلس راه آمن في أمان الله سبحانه وتعالى قال إنسان كي يخرج مثل ما غادي كي تصوق دخل هذا غادي كي يدور فالدربة غادي لنايا غادي البلسة ديال الدهب غادي البلسة ديال الحويش غادي البلسة النهار كامل بنت موضر خصوص النساء والله العظيم حبنا أن نذكر بها وأن نذكر على بالحج وأن حج وفق الهادي النبوي كي ما حج نبيس عاصله وراء لابد ستلقى معكم مؤطرين ونثمنى من هاد المؤطرين أنهم ينسوا شوية نفسهم ينسوا شوية جيبهم ينسوا شوية البلسة ديالهم ينسوا شوية سميتو ويهتموا بالمواطنين يهتموا بالوعي ديالهم الديني يعيوهم يديهم يصبر هذا ما عارف الاخري يديه مثلا هذي قال الكرة بغيت ندير بواحد العمر يديها فاصبر ماشي غير توصلهم لتمة وتخبر عليهم واذا سبحو لي أنا عندي شي غرض تقضي مشاسي مقاشي بان عندهم تيبان عندهم غفل وخدي المكلة فكل المؤطرين أتمنى أن ننسى أنفسنا شيء ما ونعطيه الهتمام للمواطنين لأن كيسال كيسال الحج وكان دون سبحو المواطني كي تكلمو بواحد شكل غريب على هذي المؤطرين هذي وتدلقى واحد القيلة قليلة اللي كتتذكر بخير الشي الأخر كل شي تذكر قلق وقدونا لي والله ما مقنا وخبر علينا ولا مقنا شفنا والله ما قيلها خيري تتسولوا ولا ما تديها فيك تتكبر عليك تديرلك تديرلك فانسوا شوية نفسكم الله يزيدكم بخير اللي مشاوا وربما قفل السمع إلينا أو غيسمعو لنا أو غيوصلوا لهم هذي الكلام تقول الله فدوك الناس اللي كتذكر وتأطرهم راه والله أي واحد مشات مما ومرش حاجة بجهل إلا وراءكم انتم من تتحملوا مسؤولية وأخواني المواطنين وأخواتي الله يزيدكم بخير لغادينا الحج الله يزيدكم بخير عن أي حاجة عندك أي حاجة عندك مع عرفه تسول سول لأنها عبادة هذه رك خسر فيها سبعات ملياد مليون تسعود المليون نعم سول وعرف ومن أديها نعرف شنو تنذير خصوصا خصوصا في مينا خصوصا في عرفة مزدرفة خصوصا يعني لما تنكون في سعي بين الصفا والمروى وهذه الأمرة دي كلها نعرف شنو تنذير الله يزيدكم بخير